اشتركوا في القناة الخدعة الاولى في هذه الخدعة ربما يجب عليك استخدام الالة الحاسبة ولكن لا بأس لو قررت استعمال عقلك فقط في البداية اختر رقما بين الواحد والعشرة ثم اضرب هذا الرقم في العدد اثنان فمثلا لو اخترت الرقم ثلاثة قم بضربه بالرقم اثنان ثم اضف رقم خمسة للناتج ثم اضرب العدد الناتج في خمسين وفي هذه الحالة يمكنك ايقاف الفيديو قليلا للقيام بهذه العملية الحسابية بشكل صحيح في حالة ما اذا كنت قد احتفلت بعيد ميلادك هذا العام بالفعل فاضف الى الرقم الناتج من العمليات الحسابية السابقة 1767 اما اذا كنت لم تحتفل بعيد ميلادك بعد هذا العام فاضف 1766 الى الرقم الناتج من العملية الحسابية السابقة ثم بعد ذلك اطرح سنة ميلادك من الرقم الناتج فمثلا لو كنت مولودا في عام 2000 قم بترح رقم 2000 من الرقم الناتج من العملية الحسابية السابقة عقب انتهاءك من اداء كل هذه العمليات الحسابية السابقة سيكون لديك عدد مكون من ثلاث خنات او ثلاث وحدات اول رقم سيكون هو الرقم الذي اخترته في البداية بينما الرقمان الاخران سيكونانهما عمرك الحقيقي في حالة اعادم وصولك للاجابة الصحيحة قم باعادة العمليات الحسابية السابقة بدقة حتى تحصل على الاجابة ثم يمكنك بعد ذلك تجربة نفس الخدعة مع اصدقائك الخدعة الثانية في هذه الخدعة ستقوم بقراءة عقل اصدقائك عن طريق تخمين الرقم الذي يفكرون فيه وللبدء بهذه اللعبة اطلب من احد اصدقائك اختير اي رقم ما بين واحد وعشرين فلنقول ان صديقك اختار الرقم سبعة على سبيل المثال اطلب منه بعد ذلك اضافة الرقم خمسة الى الرقم الذي سبق واختاره وبالطبع في هذه الحالة سيكون الناتج هو الرقم اثنى عشر ثم بعد ذلك اطلب منه ضرب العدد الناتج السابق في ثلاثة وفي هذه الحالة سيكون الناتج هو العدد ستة وثلاثون وبالطبع سيكون الناتج مختلفا لو اختار صديقك رقما مختلفا غير الرقم سبعة منذ البداية ولكن على اية حال اطلب من صديقك طرحى خمس عشر من الناتج الذي حصل عليه سابقا والان اطلب من صديقك ان يخبرك بالناتج النهائي الذي حصل عليه وفي هذه الحالة سيجيب واحد وعشرون ثم قم انت بعد ذلك بقسمة العدد على ثلاثة واخبره ان الرقم الذي كان يفكر فيه من البداية هو الرقم سبعة وبالطبع الاجابة ليست بالضرورة ان تكون سبعة ولكنها ستختلف في كل مرة يختار فيها صديقك رقما مختلفا نشكركم للمشاهدة اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك اشتركوا في القناة